موسيقى السلام عليكم في تحليل جديد للأزمة السعودية القنادية التي تصدرت الساحة السياسية اعتبرت مجلة The Economist أن الأزمة افتعلتها السعودية مع كندا وأن ولي العادة السعودية محمد بن سلمان يستغل المشاحنة في رسم سياسة خارجية عدوانية صارمة ولفتت المجلة إلى أن الرياض وجدت بذلك تحديدا لحلفائها بضرورة الانتزام الصنطحية لسياستها الداخلية واستغربت المجلة في مقال نشرته الجمعة ترضى المملكة السفير القناضي بشكل مفاجئ وتجميد التجارة التنائية والاستثمارات تحت دريعة قياد أو تاو بالتدخل الأجنبي وقالت إنه إذا كان أحد هؤلاء للتدخلات في الخارجية فهم السعوديون مشيرة في هذا الإطار إلى أن مسؤولين المملكة ومنذ عام 2011 ساموا في قمع انتفاضات في البحرين ودعموا انقلابا في مصر وإحتجز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وذكرت المجلة بأن غضب المملكة جاء على خلفية تغريدات وزير الخارجية كندا كريستان فريلاند التي انتقدت اعتقال النشطاء السعوديين في مجال حقوق الإنسان لاسيما النشطاء رائف بدوي وشقيقته صمر وأوردت المجلة تحذيرا لوزارة الخارجية السعودية التي قالت إنه إذا واصلت كندا انتقاداتها فسنسمح لأنفسنا بالتدخل في شؤون كندا الداخلية مشيرة إلى أن هذا التحذير أتار صخرية ديبلوماسية كنداية تساءلوا عما إذا كانت المملكة ستقوم بتسليح متمردين كيبيك المقاطعة التي طالبت في السوق بالانفصال عن كندا وقالت المجلة وصفة الأزمة وسخيفة كما هو فإن الخلافة هو تحذير لحلفاء السعودية الآخرين التزام الصند حيال سياساتنا أو خسارة إمكانية الوصول إلى أسواقنا منتقدة عدم قيام هؤلاء الحلفاء بالمصارع في الدفاع عن كندا أقلهم الولايات المتحدة مذكرة في هذا الإطار بأن الرئيس الأمريكي دولاند راب مقرب من السعودية لكنه غارق في حرب تجارية مع كندا ورأت المجلة أن الأزمة التي افتعلتها المملكة تخدم ولي العاد محمد بن سلمان الذي حاول رسم سياسة خارجية عدوانية لكن صارمة مقابل الانتقادات التي يلتلقى بشأن سياسة الدغلية ومحاولة إعادة تشكيل المجتمع السعودي وقالت إن ابن سلمان وبعد قيامه في غضون أشهر قليلة برفع الحضر عن قيادة النساء وفتح دور السينما والسماح بالحفلات الموسيقية العامة خاطرة بتلقي ردود فعل من رجال الدين المحافظين لذلك فهو حريص على تشكيل قومية سعودية جديدة والسلام عليكم إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق ولكي يصلوا ككل جديد اشترك الآن اشتركوا في القناة